السلام عليكم البنات كديري اللي بس عليكم تمنى تكونوا كاملين باخروا على الاخر يوم ان شاء الله البنات غاد نحضروا هذا البلاتو انتع الحلوه بما انه كترنا في الملح واحد شوية هدي نرسوا واحد شوية بهذا البلاتو الحلو ومن بعد ان شاء الله رجعوا للملح كيف معودكم هدي يكون بلاتو اللي سهل واقتصادي في واحد الحلوه اللي راقية بريستيج مقادر لي قليل بزاف وتتخرج ازياد من ستين حبه فتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر لا تزوج المقادر وتخرجوا حتى المقادر رغم ما غادش ينفعوكم بالنسبة لهذا الحلوه هذه ضروري ما تشوفوا الطريقة انتعه باش تنجح معاكم حينت هي اي اقتصادية بالمقادر ولكن الطريقة انتعتها فاش بقتها البنات الى عجبكم فيديو نتاع اليوم من طبيعة الحال وتبعو المزيد من هذه الاقتراحات ما عليكم غير تدعموني بلايك وبرتاج الفيديو بارتاجوها البنات في جميع مواقع التواصل يشي معينتاعكم باش تعمل فائدة في الانستيجرام في الميستانجر او في الواتساب فبالنسبة المقادر غادي يكونوا سهلين واقتصاديين كيف ما قلت لكم هاد يحتاجو لهم اول حاجة مية وخمس وعشرين جرام بتاعت الليوز بالنسبة المية وخمس وعشرين جرام بتاعت الليوز تنضيف عليه اربعة نتاعو المعلقة تاعو السكر غلاسي عامرين بالنسبة المعلقة تاعو السكر غلاسي بالنسبة اللي بغيو يخدموه بالميزان راهوما تمانين جرام بالنسبة اللي ما عندو مش الميزان فراهوما اربعة لمعلقة انا اخديت كانت عنديه سكر ساني ده وتحنتو البنات في الماكينة من بعد تناخد الماكينة نتاعي تنضيف عليها هادك الليوز هو باقي سخون ضروري كتخرجوها البنات من المفران تجيروه في الماكينة نتاعكم تنضيفو عليها هادك تمانين جرام او الاربعات المعلقة كبار نتاعو السكر غلاسي وتنطحن كل شي في الماكينة نتاعي حتى يتعلق انا اطحنت في الماكينة العادية بالنسبة البنات اللي عندوهم الربو فرا افضل غادي يتعلق لكم ضغية انا الربو خسر ليه تحنتو البنات في الماكينة تاع العاصر وتتحن صفي حتتي تتعلق لكم مزيان تناخدوه تنجيروه في واحد سليفه تنضيف عليه قريصة انتاع الملحة ضروري من قريصة الملحة في الحلويات انتاعو هناك كما تنقول لكم دائما جوجة المعلقة كبار انتاع بودرة الكاكاو المر تنعبروه كواحد جوجة المعلق صفر بيضا جوجة المعلق كبار انتاع الحبيبات الشوكولات تنعبروه منو ماكا جوجة المعلق يكونو عامرين البنات وشوية انتاع انتاع الشوكولات بالنسبة البنات اللي هادي يقولوا ان كانت الشوكولات ما عندنا شامريم هادي تعودوها بمعلقة كبيرة انتاع شوكولات الدهن بالنسبة ان كانت شوكولات رامت وفراند اللي تبيعوه مستلزمات الحلوية تعتوكم ماذاك الحقيق بخمسة درامية وغير قولوا له معتونا ان كانت شوكولات وتنضيفو ميات قرام الزبدة تكون حيوانية بالنسبة الميات قرام الزبدة راه هي هي ربعة كلمع القونص كبار ربعة كلمع القونص كبار انتاع الزبدة حيوانية دائما تنظر مع البنات اللي عندهم الميزان راه هي تخدموه بالميزان 100 قرام اللي ما عندهم مش راه عبرت لكم بالمعلقة وتيبقى من الافضل الميزانة لبنات ولكن كي اللي ما عندهم مش صراحة حتى وما يخدموها علاش الله من بعدين اخد هادا كل اللوز اللي في السكار والملحة ان كانت شوكولات البودرة الكاكاو تنخلطوا المهم جميع لاناصر مع بضياتهم بالنسبة للزبدة مالافضل للبنات تكونوا مخرجينها قبل من التلاجة تكونها بحرارة درجات المطبخ باش دغياتة تخدم معكم انا مخرجتاش قبل من التلاجة كيف ما تتشوفو كانت قبضها معي حتاجت للخدمة بزاف صافي من انتي ينسجمو جميع دوك المكونات تنظف الطحين فبنسبة للطحين تيبقى على حسب عينكم ميزانكم فتقريبا تتهز واحد كاس ونص تلعنبان طاع الطحين ولكن انا ما غديش نقول بالطبط شحال تتهز حانت الطحين تيبقى لبنات وش تيشرب او لما تيشربش على حسب نوعية الطحين المهم انتوما عينكم ميزانكم حتى تتجمع لكم الخالط حتى نبقى نضيفو شوي بشوي حتى تتجمع لنا تيكون جرام من خالطنا الصب لها البنات واحد شوية حانت باقي اللوز غادي يشرب لنا تيكون هاكا البنات بعد الكيفية هذه تنخليه جانبان وتندس تنجيب المولات انت وعسي لكم تتعين هانا هي غادي نخدم بادي المولات تسيلكون هالبنات اللي تتكون فيهم حفيرها من الوسط انتوما اللي عندكم هالبنات تخدموا بين اللي متوفر عندكم ولكن فهذا الحلوة الصراحة تتجيبني فهذا المولات اللي تكون فيهم حفيرها من الوسط تجي في المنظر نتعها زويناكم تحفو سوفي تناخد الخالي تنتعي تنجير من واحد الكويرات اللي صغيرين انا عبرتهم في الميزان فتقريبا فيهم تسعود القرام من البنات تسعود القرام فكل كويرا تنعبرون الحلوة انت كاملة وتنحطوا الكويرات وتنبدو تنحطوهم في المولة السيلكون ما عنده مش الميزان فعينيكم ميزانكم المهم الحلوة ما تجيش طلعها على المولة السيلكون وما تجيش حدها حد المولة السيلكون لابنات جيها بطا على المولة السيلكون واحد شوية حنتبقي انتان عرفوا بان اللوز من يتيدخل الفرارات يزيت يتنفخ باش ما تنفخش لكم وتطلع على المولة السيليكون وما يبقاش شكل انتعها زوين دائما تنجروها قل من المولة السيليكون واحد شوية باش يلا تتنفخ وتتجينا مقدمة على المولة السيليكون صفيتا حتى هذوك الكبيرات نتوعي كاملين في المولة السيليكون بالنسبة المولات السيليكون البنات اللي تدخلو من الفران تتسولوني دائما بشحالة مريم فرات قريبا 70 درهم بالنسبة المولات اللي تدخلو الفران تقريبا تكونوا دايرين 70 درهم من الفوق ومن الافضل خدو الماركة تعسيلكو مارتة البنات ستكون زوينة ورخيصها كشوية رخيصة على الأخرين صفيتا انطرق الحلوانتاعي تنحاول نزول الحلوة من الوسط نتع المول باش تتجيني هذيك الحفيرة بينه وتنطرق الجواني بمزيان توع الحلوة وتندخلها الفران فبنسبة الفران أنا عندي تعلق المولة القز تنشعلها البنات حتى تيسخن تنحط الحلوانتاعي فوق طاوة اولا تنحط هذي المولات نتو عسيلكون فوق طاوة وتندخلها الفران تنشعلها من تحت تنشعلها من الفق تنشفليها من الفق وتنخرجها إلا خرجت لكم واحد شوية من المولة البنات تنخرجها ويبقي سخونة تندغطوا عليها باش تترجع البلاستها وتتاخد لنشكل نتع المول نتعنا تنحول لنطرقها ويبقي سخونة رات تترجع البنات المبتدئات اللي ما يعرفوش يحيدو عمل المول تسيليكون ضروري تدخلوها المجميد حتى تجمد مزيان عاد باش تزول عمل المول باش مترسش لكم حتى تجيه شيشة البنات تجيه شيشة الواحد الضراجة المهم حتى المول إلا كان سخوني يلا خرجتوها من الفرن ما تزولهاش را عادي تكسر لكم سوف يتنحي داو تنحطها جانبا وتندوز باش ندوه بالشوكولات بالنسبة للشوكولات النوعية اللي تي بغيو البنات هكا باش تنخدم را قالا هو باش تنخدم سهل صراحة تيدو بضغية ومتي محناش هكا في الدواء بنتعو تناخد واحد الكيمياء نتعت الشوكولات قالا بغيتو تخدموه بايقبيل البنات تخدموه باتيكو النقص في الحلوة ايقبيل المهم تناخد واحد الكيمياء نتعت شوكولات اللي كحل تنديرو في واحد زليفة تنضيف عليه واحد الكيطة اللي بيضين حنت انا ما بيتشهادك اللي الكحل لا بغيتو مهرس البنات بغيت واحد اللي ويلي تي جزوين مهرس ما بيلي بيضو الكحل المهم تنخلطوه تندوبو في الفرن تنضيف عليه الجوش لما هكا كبار متاع الزيت النباتية وتنخلي حتى تيدو بالفرن تنشعلو تندخل زليفة نتاعي مع التحريك المستمر هنا يخرج دول البنات لقيتو بانه كحل مغربية مغلوق ضفت عليه واحد شوية تاعت شوكولات بيض وحركتو باش تعطيني اذا كل اللون اللي كفما قلت لكم مفتوح ما بغيتوش مغلوق صافي تناخد اللوز كونكاسي تنحمرو في الفرن وتنضيف تقريبا واحد شوية على اذاك شوكولات وتنحرك تقريبا 200 جرام تاعت شوكولات تنحتاجوليها لواحد ثلاثة المعالقة ونص حتى الاربعان تاوع اللوز كونكاسي بالنسبة لبنات اللي بغيو يخدمو لديرو ما بغوش يديرو لكمود غادي تديرو كاوكا وكونكاسي غادي تزورو شوية لبنات غادي تديرو كاوكا وكونكاسي طلع لكم الحلوة اقتصادية كتر واللي بغي يخدم لناس را عادي تصور فلوسها غادي تدير اللوز كونكاسي بنيسبة اللوز كونكاسي را كيفاش نخدموه في الدار تناخدو اللوز تنفزقوه حتى تيرطاب تنقشروه وتنطحنوه وباقي ارتبل بناس باقي فازك تنطحنوه المهم ما تنطحنوه بزاف يتيبال لكم ولكون كاسي سوف تتاخدوه وتديروه في طاوة دخلوه يتحمر بالنسبة للطريقة كيف مما قلت لكم هي اللي صعيبة في هاد الحلوة فكيف مما تتشوفو ضروري من الشبيكة اللي تكون حطين فوق هالحلوة اي شبيكة عندكم وتنجيرو ديك زليفة من تحت اللي فيها الشوكولات وتن بدوو نفرغو الشوكولات فوق الحلوان تعنا وتتسقطر لنا من التحت الى ازيتو هالبنات وبغيتو ازيتوها في ديكو مكة وبغيتو تغطوها بشوكولاترا غادي ترس ليكم حنت شيشة بزاف فهدي هي الطريقة كيف مما قلت لكم ماشي هم تهزو المقادر وتصيبوها لا ما بقاتش في المقادر المقادر ها اقتصاد ينو باينين بقات في الطريقة هالبنات ما تخسروش فلسكم في المقادر فتبعو الفيديو اركزو مزيان مع الطريقة انا راج ربطها بزاف انتع الطرق حتي نجحت لي هالبنات عد باش وريتها لكم فالطريقة يلي مهمة تنحطوها فوق شبيكة تنفرغو فوق القلاسة جنتعنا وتنزوها تنسوها باش ينزل لنا داك الشوكولات ملديك الحفيرة وتبقى الحفيرة بينه وتنحطوهم فوق بلاطو اللي فيه بلاستيكة باش يسهل علينا نزولو انها غادي نوريكم كتر المهمة تناخدو الحلوة اللي بانتلينا ما محفوراش تنحفرها واحد شوية من ذاك الوسط باش جي محفورها وبينه غير بشوية حنت شيشة شيشة بزافة البنات تناخد شوكولات انا الكحل اللي مدوب اشتو البنات لونو كتي جي زويا وتناخد تنفرغو عليها بالنسبة لشوكولات الاسود راضغياتي نزل من فوق منها متحتاج لنقاع باش نقلبوها نسوها من الوسط تنخلي واحدة تتسقطر وتناخد بلاطو اللي فوق بلاستيكة او لورقتها هي هذه الطريقة تنزولها من فوق ديك الشبكة بشي بشي سباتيلا انا نادر تغير الجنوية تشوفوا الجنوية هادي تخلعو البلات الجنوية يباش نخدم في الكوزينة تتعجبيني صراحة نوعين تنزول هاديك الحلوة بسباتيلا او لبشي حاجة من فوق ديك الشبكة تلحتها فوق بلاستيكة بشي سهل عليها نزولها من انت تنشفت غيات تنزول إلا خليتوها فوق الشبكة ونشفت فوق الشبكة رانتو ما تجروا الشبكة تتجر حتى تترس لكم الحلوة كيف مما قلت لكم راه شي شابقت في الطريقة تبعوها وغا تنجح معاكم سوف تنزينها هنا بلورد البلديراتي تتباع تنحطوه إيا بقي ما نشفتش باش تتبتعليها وبالنسبة للبيضارة زينتها بعاجين الشوكولات اللي خديتو درتو في الملتاز سيليكون هو باش زينتها سوف يانتو مشتوكي ضغيات التحيد من البلاستيكة مش بحل خليناها فش كان شفت عاد بينا نزولوها سوف تنستفى في البلاتون تاعي إلا عجبكم نقطة راح نتاع اليوم ما البنات فتبغو المزيد مع لكم غير دعموني بلايك كيف ما قلت لكم بارتاجوا الفيديو جميع مواقع التواصل اللي يجي معين تاكم وتبعو الطريقة من الأول حتى الأخير باش تنجح معاكم بالنسبة للتمن اللي بيع البنات لهذا البلاتو هو 120 درهم شي حاجة اللي زوينا الصراحة وبريستيج بالنسبة للبنات اللي تيبغوي نوعو تياخذوا لكم منذو تيبغوي نوعو نوعو بيع را غادي تعجبي كلين تاكم وبصحور حالبنات شكرا معجم